لدى استقبال سموه لسفراء دول مجلس التعاون بمملكة البحرين حيى صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إنجازات قادة دول المجلس والتي بانت نتائجها للجميع حيث أضحت مظاهر النهضة التي تشهدها دولهم مثالا يحتذا ونموذجا للتنمية عالميا وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن المملكة العربية السعودية هي السد المنيع للأمتين العربية والإسلامية ودرعها الحصين وسياساتها بقيادة خادم الحرمين الشريفين أثبتت نجاحا منقطع النظير في لم الشملي وجمع الجهود العربية فأصبح الوطن العربي اليوم قوة يحسب الجميع حسابها بعد أن كان مشاعا لتدخلات الطامعين وتمرير سياسات الفوضى والتفرقة وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل بقصر لقضبية صبح اليوم سفراء مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى مملكة البحرين يتقدمهم سعادة الشيخ عزام المبارك الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى المملكة عميد السلك الدبلماسي واستعرض صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء مع رؤساء البعثات الدبلماسية الخليجية مسار تطورات الأحداث في المنطقة والعالم حيث أكد سموه على ضرورة إسناد كل جهد يسمو بالعمل الخليجي والعربي المشترك فما يجمع بين دول المنطقة من علاقات قوية تستند إلى روابط تاريخية وثيقة كفيلة بتأسيس شراكة استراتيجية تكفل مزيدا من القوة السياسية والاقتصادية والمشاركة بثيقة وتأثير في القرار العالمي وأشار صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى أن دول المجلس التعاون كيانا واحدا وكل منهما يكمل الآخر ويدعمها مؤكدا سموه أن الشعوب الخليجية تتوق إلى مزيد من التكامل الخليجي الذي يبث فيها روح الطمأنينة في سياق الإضطرابات العالمية والتحديات التي باتت تواجه عملية التنمية الخليجية وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء اهتمام مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة بدعم كل جهد خير يعزز المنظومة الخليجية ويجعلها أكثر قدرة ومنعة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية بخاصة في شقيها الأمن والاقتصاد ونيابة عن سفراء دول مجلس التعاون أعرب سفير دولة الكويت الشقيقة عميد السلك الدبلوماسي عن الشكر والتقدير على ما يبديه سموه من اهتمام دائم بترسيخ العلاقات الخليجية وقال نسموه رئيس الوزراء ذو قلب كبير يستلهم منه الجميع الحكمة والصواب والقرار والحزن في كل أمر يهدد شعوب المنطقة أو استقرارها ترجمة نانسي قنقر